أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد باللقائكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة بداية طمئنوني كيف حالكم كيف أحوالكم كيف صحتكم سواء النفسية والجسدية لأنتم بخير كل شيء تمام الحمد لله في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن نيتش جاهز للعمل على ميرش طبعاً هذه الحلقات هذه السلسلة من الحلقات تحظى بشعبية كبيرة جداً لماذا؟ بكل بساطة لأن منذ أن بدأتها تقريباً لم ننشر فيها الكثير فمثلاً لو ذهبنا إلى بلايليست الموجودة هنا على القناة سوف نتج مباشرة إلى البلايليست الخاصة بميرش نضغط على view for بلايليست طبعاً لن نجد أولاً إن الحلقات معدودة على طرف الأصابع ليس هناك حلقات كبيرة أو كثيرة ولكن تمتاز جميع هذه الحلقات تمتاز بكيف أقول تمتاز يعني بنوعين من المصداقية جميع النيتشات التي شاركت معكم وقلت لكم أنها قنبلة يعني سوف تنطرق يعني استبقتوا الأحداث في بعض المرات قبل شهر في بعض المرات قبل 20 يوم في بعض المرات قبل 15 يوم في كل مرة والمدة تختلف المهم يعني القاسم المشترك ما بين هذه النيتشات التي شاركت في هذه السلسلة من نيتشات أمازون أو ميرش بأمازون جاهزة تمتاز بكونها أنها جميعها كلها يعني انفجرت الفجاراً عظيم جميعوا أرغبتكم مثال مثلاً هذا الدون الذي وخاص طبعاً للشخاص بنهاية الدراسة هذا كنت قد استبقته الأمر وشاركت معكم كيفية عمل التصميم من طريق الفوتوشوب وفعلاً ما هي إلا عدة أسابيع حتى انفجرت المبيعات نفس الشيء هنا في بروي آوت ما هي ما كانت إلا تقريباً أقل من 20 يوم حتى انفجرت المبيعات يعني استبقت الأمر يعني بعدة أيام كما قلت بعضها في 15 يوم بعضها 20 يوم في بعض مرات شهر على حسب ولكن القاسم المشترك أن جميع هذه النيتشات طبعاً في البداية الناس كانت تتساءل طبعاً المبتدئين لا يعرفون يتساءلون ما الذي يقول هذا الشخص لماذا النيتش كان في البداية لا أحد يكترث لأمره ولكن ما هي إلا مدة من الزمن حتى انفجرت المبيعات والكل على اليوتيوب أصبح يتكلم على هذه النيتشات طبعاً المتابعين الأوفياء يعرفون هذا الأمر جيداً يعني لا داعي أنا فقط أوضح للأشخاص الجدد الذين ربما قد يتساءلون يقولون كيف وكذا كذلك إذا كنتم تتذكرون يعني النيتش الذي كان حوله طبعاً بمناسبة عيد الأب كان فيه الطاكس يعني كنت قد شرحته لكم حتى الفكرة يعني فكرة النيتش حيث أنه يعني هناك قصة طريفة لأب حيث أنه كان يعمل ويأتي لأبنائهم بالأكل يأكل أبنائه وهو يعني يقول قد شبعت يعني وفي النهاية يقول هذه ضريبة ضريبة الأبناء أو كذا تتذكرون ذلك النيتش في البداية الكل سخرة منه يعني المبتدئين الذين لم يعرفوا قيمته يعني بدأوا يقولون كيف وكذا ولكن ما هي قد مرت يعني بضع أيام يعني تقريباً 15 يوم إلى 20 يوم لا أتذكر بالضبط المهم فجأة الكل أصبح يتكلم عنه في اليوتيوب الكل أصبح يشتغلوا عليه المهم هذا النيتش في هذه الحلقة طبعاً هذه الحلقة هي جزء من هذه السلسلة استباقية سوف نتكلم عن نيتش منافسة فيه طبعاً جميع هذه النيتشات التي شاركتوا في هذه السلسلة كانت تمتاز بكونها استباقية بالتالي منافسة قليلة وطبعاً سوف نستأمل أدوات مدفوعة لتحليل كل نيتش تمثلاً في هذه الحلقة سوف نحلل النيتش جيداً سوف نرى ما هي ديزاينات التي تبع وكيف تبع وهل فيه مشكل من ناحية كوبيرايت أم لا جميع التفاصيل التي قد تقتلوا على بالكم إذن هذه السلسلة عبارة أو أعطيكم فيها نيتش جاهزة للعمل فقط ابدأ العمل على بركة الله نتجه مباشرة إلى طبعاً عندي هذه الأدات يعني PODC S توطيني مجموعة من الديتيز طبعاً هنا ماذا شوف أفعل سوف أبحث في أمازون مباشرة لا أريد استعمال هذه الأدات أو قبل ذلك يعني هنا متى نشرة هذا الديزاين نشرة Published في السابع عشر من شهر ستة من سنة الفان واربعة وعشرون طبعاً جميع الديزاينات التي سوف تجدونها حول هذا النيتش عندما تبحثون سوف تجدونها قد نشرت حديثاً يعني النيتش ما يزال جديد هنا يعطيني أنه قد حصل على الأربعون مبيع في الاربعة وعشرون ساعة الماضية يعطيني كذلك أنه لحدود الآن لا يوجد تقييمات Customers أو Customer Reviews لا توجد سفر أمر عادي لا تهتم بي يعني التقييمات التقييمات شيء آخر تماماً الآن ما نهتم به والبس للرنك طبعاً سوف نقوم بتحليله الآن بعد ذلك نقوم بتحليل الديتيز إذن ماذا سوف أفعل سوف أقوم بأخذ هذا الأسئين ثم أتجي إلى عدات أخرى وهي Sales Estimation في هذا الشكل ثم أبحث جيد جداً إذن هنا يمكنني معرفة عدد المبيعات طبعاً هنا عندي مبيعات قد حصل على 93 مبيعة في شهر 6 وطبعاً نحن الآن في شهر 7 طبعاً أنا أسجل هذه الحلقة في الثالث من شهر 7 إذن لحدود الآن في ظرف ثلاثة أيام حقق 39 مبيعة يعني الطلب في تزايد المستمر لنتأكد مرة أخرى الديزاين هو نفسه لاحظ هو نفسه دعوني نقعد مرة أخرى إلى الوراء إذن هذا هو الديزاين هو نفسه نشير متى قلنا في السادس عشر من جوان يعني من شهر 6 من ناحية الـ Customer Review كما قلنا السفر الآن سوف نقوم بالبحث في Amazon.com لما أعرف التفاصيل أكثر والمنافسين الموجودين طبعاً هنا ماذا بحثت عن ماذا بحثت؟ بحثت فقط عن كريست فاست نايم فورمان طبعاً كريست هو سيدنا عيسى عليه السلام نحن كمسلمين فاست نايم فورمان هو الاسم الأول للإنسان هذا هو المعنى الخاص به طبعاً أنا هنا بحثت بهذه الكلمة المفتاحية كريست فاست نايم فورمان طبعاً إذا لاحظتم حتى أداة Amazon Suggestions لم تعطيني اقتراحات لماذا؟ لأن النتش ما يزال جديد نسبياً طبعاً هنا عندي 123 في الريزولت طبعاً سوف نعمق الآن الريسش سوف نختار كلمات أخرى طبعاً أنا الآن لماذا أفعل أو لماذا أقوم بأريكم يعني مجموعة من الكلمات المفتاحية فكلها تنصب في النتش واحد لأن هناك فرق ما بين الكلمات المفتاحية هناك كما قلت في أحد الحلقات هناك من لا يفرق بين النتش كنتش وبين الكلمات المفتاحية ككلمات مفتاحية فمثلاً هذه التي نبحث عنها هنا أو عليها هنا هذا ليس النتش هذا هذه كلمة مفتاحية تقودنا إلى النتش هذا هو النتش ولكن هذه كلمة مفتاحية دعونا نجرب كلمة مفتاحية أخرى طبعاً سوف أعود إلى الأداة ثم أقوم بأخذ عنوان كاملاً بهذا الشكل ثم أضعه هنا أبحث عنه كما هو طبعاً كما تلاحظون الآن أصبح كثير أو طويل كريست 2024 كريست برسوناليز فرس نيم فور من تي شيرت سوف نبحث غالباً سوف نجد نتائج مرتفعة بالرغم من أنه يوجد كلمة تي شيرت كنت أتوقع أن أجد النتائج أكثر إذن عندي 209 طبقة جيدة جداً طبعاً الآن تفرعت يعني إذا شاهدتم هنا الرزولت ماذا سوف تجدون شوف في بعض المرات سوف تجدون يعني النتائج ليس لها علاقة مع النتش الذي نبحث عنها نحن الذي هو طبعاً دائماً كما قلنا كريست فيلس نيم أوف من لماذا؟ بكل بساطة لأنه عندي هنا 2024 وعندي أيضاً كلمات تي شيرت هذه كلها كلمات تعطى برنا وعنما لا تعطي نتائج دقيقة على نتائج التي تظهر في نتائج البحث يعني في الرزولت ولكن لا بأس مع ذلك يعني الأمر جيد يعني لو بحثنا عن هذه الجملة هكذا عارضة طويلة وفيها كلمات متشاعبة مثل تي شيرت مثل 2024 ومع ذلك ظهر لفقط 207 فالأمر يعني جيد يعني لا توجد منافسة نهائياً حسناً الآن ماذا سوف نفعل؟ طبعاً وكما قلت يمكن البحث عن كلمات مفتاحية أخرى مثلاً مثلاً أحذف كريست 2024 وأترك كريست بيلس نيم فور مان دعونا نجرب هكذا 143 إذن جيد جميع الكلمات جيدة على ما يبدو يعني كل الكلمات المفتاحية تقود لنفس النيتش حسناً الآن طبعاً سوف نعود إلى الكلمة الأساسية الأقوى طبعاً سوف نقوم بحذف تي شيرت ونقوم بحذف كذلك بيرسوناليزت ونترك فقط كريست فرست نيم فور مان بهذا الشكل تمام الآن سوف نقوم بتحليل هذه النتائج التي هندي هنا طبعاً جميعها بدون إعلانات سوف نبدأ طبعاً هنا عندما تظهر هذا الجدول الذي يظهر الآن على الشاشة بروتاك دي تايز في مجموعة من الإحصائيات أنتم ركزوا الآن مع date first available هي موجودة في السطر الثالث هنا سوف أوليكم إياها هنا هذه ركزوا أنتم في كل مرة أمرر أنتم ركزوا على date first available طبعاً هذا الديزاين الأول نشره في الخامس عشر من جوان الديزاين الثاني نشره في السابع عشر من جوان الديزاين الثالث نشره في الخامس عشر من جوان ولكن في نفس الوقت نحتاج لرؤية البيسل الرانك هذا الديزاين الذي نشره في الخامس عشر من جوان عندنا مئة وسبعة وأربعون أو أربعة وسبعون عفواً مئة وأربعة وسبعون ألف على مستوى البيسل الرانك طبعاً هذا جيد جداً هنا هذا الديزاين فيه ثمانية وثمانيون ألف فقط في البيسل الرانك أتخيل دعونا نجرب سوف نرى المبيعات سوف تكون يعني خيالية صراحة وفي الأخير طبعاً سوف أعطيكم الخلاصة إذن هنا كم عندي طبعاً جميع هذه الديزاينات حديثة إذا رحظتم لا يوجد مبيعات لا في شهر خمسة ولا في شهر أربعة لا شيء فقط ابتداء من شهر ستة بدأت المبيعات وهي في يعني البداية إذن قلنا أنه مثلاً هنا في شهر ستة عندنا ثلاثة وتسعون مبيعات حققها في شهر ستة مع العلم أنه نشر يعني لم ينشر في بداية شهر ستة بل نشر كما سوف نرى الآن نشر في السادس عشر من شهر جوان يعني في نصف يعني في كم يعني تقريباً يعني في النصف الأول أو في النصف الثاني من شهر ستة معناها أنه في ظرف ستة عشر أو خمسة عشر يوم حققها ثلاثة وتسعون مبيعات والآن في ظرف ثلاثة أيام يعني لأنني أسجل الحلقة في الثالث من شهر سبعة يعني قد حقق تسع وثلاثون مبيع تخيل يعني في ظرف ثلاثة أيام تسع وثلاثون مبيع حسناً دعونا نكمل عملية الرئيسيش الخاصة بنا قلنا أننا توقفنا هنا هذا نشر حديثاً هذا نشر في الخامس والعشرين من شهر جوان كم البسر الرانك ثلاثة أو سبعة وتلاثون جيد جداً يعتبر جيد حتى لو كان فيه مثل هذا فيه كم هذا فيه سبعة وثلاثة وسبعون هذا ومع ذلك طبعاً ألف ومع ذلك يبقى جيد هذا نشر في الثامن والعشرين من شهر يعني نشر حديثاً يعني كم متى نشره نشره قبل أسبوع دعونا نرى طبعاً الأسل إن لا أدري هل الداتا سوف تكون متوفرة أم لا لأنه نشر حديثاً دعونا نرى نعم كنتم متوقع هذا الأمر يعني الداتا لم تظهر بعد وغالباً حقق مبيعات أكيد لأن البسل الرانك هذا الذي يقوله ولكن لم ينتظر الداتا لأنه تحتاج طبعاً هذه الأدات تحتاج طبعاً نتكلم عن أدات كيبا تحتاج إلى بعض الوقت حتى تعطي الداتا تظهر يعني البيانات المهم ليس هذا ليس موضوعنا دعونا نكمل هذا ما تنشره هذا نشره في الخامس عشر من جوان 638 في البسل الرانك طبعاً لم يحقق مبيعات كثيرة نسبياً هو حقق بعض المبيعات ولكن ليس كثيرة مثلاً هذا الديزاين هذا نشر غالباً نعم في الخامس والعشرين من جوان 262 ألف في الريزول طبعاً الآن سوف نتكلم عن المنافسة انظر جميع هذه الديزاينات كلها تقريباً تتشابه ولكن هذا الديزاين مختلف ونشره حديثاً كذلك نشره في الخامس والعشرين من جوان يعني كم قبل أسبوع تقريباً 162 في البسل الرانك طبعاً جيد جداً ولكن ما هو العجيب والغريب أنه ديزاين مختلف فبالتالي سوف نقوم بتحديله سوف نرى آه إذن بهذا الشكل تم إنجازه بهذا الشكل أما العنوان فهو نفسه تمت إضافة كلمة ريترو ولكن لأدري هذه الأشخاص ما هي لا أدري لا أدري هذه الشخصيات ما علاقتها بالموضوع صراحة لا أدري لا أدري صراحة ما فكرة أم على العلم أنني بحثت في جوجل يعني لا يوجد أي خطر لا يوجد أي كوبيرايت كذلك بحثت بشكل معمق يعني على مستوى تريد مار كذلك لا يوجد أي مشكل ولكن هذه الشخصيات غريبة هذه الشخصيات صراحة لم أعرفها هل هي من نسج الخيال عن طريق الذكاء الصناعي أم لا علاقة ما بشخصيات في أرض الواقع لا أدري لا أدري صراحة أنتم أخبروني إذا عرفتم شيء ما اكتبوا لي في التعليقات المهم دعونا نكمل عملية الرسيرش هذا طبعا باللون الأبيض تمت إضافة كلمة ٢٠٢٤ المنشرة في ١٨ من جوان على مستوى البيس للرنك جيد جدا ١٤٦٠ ألف رائع إذا تقريبا لو استعملنا فقط يعني نسخة تقريبية لهذا الديزاين الذي هو طبعا أين هو البيس للرنك طبعا تقريبا هذا هو آه نعم هذا هو يعني في ٨٨٠ ألف هذا هو البيس للرنك طبعا البيس للرنك طبعا البيس للرنك أقولها بشكل مجازي فقط مقارنة مع ما رأيناه لحدد الآن ليس بشكل رسمي من أمازون ولكن فقط مقارنة مع ما رأيناه الآن إذا هذا هو البيس سيلر رنك أو البيس سيلر نقولك هذا البيس سيلر إذا هذا البيس سيلر لو كانت له نسخة بيضاء كانت سيكون الأمر جيد هذا تخيل معي هذا قام بإبداع شيئ ما مختلف جزئيا طبعا على مسؤول الألوان كذلك قام بإضافة سنة ٢٠٢٤ هو وحده من قام بإضافتها هنا كلهم لم يقوموا بإضافتها ومع ذلك حصل على هذه الأرقام ١٤٦ فالأمر إذن جيد إذن على مستوى هناك خصاص على مسؤول تيشرت الأبيض في هذا النيتش هذه فكرة مثلا من الأفكار أما بقية النتائج التي سوف تظهر هنا طبعا هذا فيه طبعا مليون ولكن نشر في ٢٩ من جوان لا تنسوا هذا الأمر بالرغم أن فيه مليون ولكن انظر متى نشر نشر يعني قبل خمسة أيام أو أقل أعتقد نعم أقل قبل أربعة أيام دعونا نرى شيء ما آخر هذا كذلك فيه مليون نشر في ١٥ من جوان طبعا هذا غالبا لماذا لم يحقق مبيعات أنه على مستوى الـ هذا ليس محترف لم يعرف كيف يتعامل على مستوى الـ إلا كان من المفترض أن يكون هو الأول لأنه قد نشر في ١٥ من جوان مثلا هذا الشخص متى نشر هذا نشر في ١٧ هذا نشر في ٢٥ إذا هذا على مستوى الـ أقوى من هذا لهذا السبب أقول لكم هنا سوف أفتح قوس وملاحظة جد مهمة وركز معها جيدا إذا أردت يعني الذهاب بعيدا في هذا المجال ركز جيدا لو ذهبنا بالمنطق هذا الشخص نشر كما رأينا في ٥٥ من جوان من المفترض من المنطقيا كان من المفترض أن يكون تيشرت الخاص به هو البستيلر رنك أو البستيلر عفوا لماذا لأنه نشره قديما أليس كذلك حتى الديزاين نفسه نفس نفس الديزاين الذي نشره نشره ذلك الشخص يعني في ٢٠٢٥ عفوا في ٢٥ ٢٥ منطقيا هذا الذي يجب أن يحدث أنت نشرت الأول إذا أنت يجب أن تكون الأول على مستوى المبيعات هذا هو الأصل ولكن أمازون لا تعمل بهذه الطريقة لماذا لا تعمل بهذه الطريقة هكذا لتضمن يعني كيف نقول لتضمن الفرصة تكافؤ الفرص لكل الأشخاص كيف تعمل أمازون الآن نركز كيف تعمل أمازون بلغة أرقام كما رأينا أمازون لا تعطي الفرصة لتيشرت الأقدم لا ولكن تعطي الفرصة للتيشرت الذي يحقق مبيعات إذا قد تكون في بعض المرات لماذا أطرح هذه الفكرة لأن بعضكم يقول النتش قد سبقني له مثلا خمسمائة شخص إلى غاية تسعمائة شخص سبقني فكيف إذا سوف أحقيق تسعمائة شخص سبقني أشتغل على النتش أنا رقم تسعمائة وواحد كيف سوف أنافس تسعمائة تطرحون هذه الفكرة كمبتدئين أعرف أنكم تطرحونها الجواب بكل بساطة لو كانت أمازون تشتغل بالمنطق كانت تسألك يكون صحيح نعم سبقك تسعمائة أنت الرقم تسعمائة وواحد كيف سوف تنفيذ تسعمائة ولكن أمازون لا تشتغل بهذه الطريقة أمازون كما قلت قد يكون التشيرت قد تكون أنت رقم تسعمائة وواحد وقد يكون التشيرت الخاص بك يظهر هنا في النتائج الأولى بينما التسعمائة أو إلى الأقل يعني دعونا نقول 850 الأخرين سوف يظهرون في الصفحات الأخرى هنا في هذا المكان يعني في هذه البيتش إذن المسألة ليست بمتى نشر يعني تاريخ النشر لا ليست المسألة هكذا المسألة وما فيها أن يجب أن تتقن سيو الدزاين أن يكون جيد أن تحقق مبيئات أمازون ترفع لك التشيرت حتى لو كنت قد نشرته يعني حديثاً حتى لو كان قد سبقك له ألف الأشخاص هذه فكرة وما فيها إذن أعتقد أنني سوف أكتفي بهذا القدر أعطيتكم جميع المعلومات الضرورية والأساسية هذه طبعاً حلقة استباقية ربما قد لا يبدو للبعض قوة ذا النتش الآن ولكن أنا متأكد متأكد مئة في المئة حسب تجربتي أنه بعد تقريباً يعني ربما 20 يوم 25 شهر ربما أقل أو أكثر على حسب سوف تجدون أشخاص يتكلمون في اليوتيوب على هذا النتش أنا سوف أكون قد سبقتهم يعني بأيام عديدة شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء